جمع الجمعة مع عادل بارباع والأستاذ اعتدال إدريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم وسمعين الكرام بكل خير وجمعة طاهرة ونقية على الجميع جمعة صلة الأرحام وجمعة القربة من الله سبحانه وتعالى جمعة الكهف وجمعة الدعاء المسجاب الأشياء الكثيرة والكنوز التي يدعها الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الشيء الكثير ومن يعظم شعائر الله بالتأكيد هي من تقوى القلوب ومن الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متقربين فيها نسأله دائما وأبدا أن يجعلنا من عباده المتقين ومن أوليائه الصالحين الموحدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالتقوى وبهذا اليوم تحصل البركات ويحصل الأشياء الكثيرة بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الجمعة إلى الجمعة كفار لما بينهن وكذلك من يقرأ سورة الكهف فهي يعني بمعنى الحديث يكون له نور ما بين الجمعتين كل ذلك ليس عبثا وكل ذلك ليس أمرا يعني نأخذه كلام وينتهي إنما نجد يعني مفعوله ونجد فعلا أثره باقي وأثره الجميل والرائع في أرزاقنا في نجاحاتنا في عطاءاتنا من جمعة إلى جمعة وهذا إذا فعلا استشعرنا كما في الآية الكريمة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عندما نعظم مثل هذه الأوقات كل دقيقة وكل ثانية بأننا في يوم مبارك في يوم طاهر في يوم الله سبحانه وتعالى خصه للمؤمنين والمسلمين سيكون حالنا غير بإذن الله تعالى وهكذا الحال في بقية الأيام لابد أن يكون لكن الجمعة بالذات الله سبحانه وتعالى ليش خصها للمؤمنين والمسلمين ويحضرون مثل هذه الخطبة التي الكل يجتمع ويلتقي فيها أشبه ما يكون بعيد المسلمين وأشبه ما يكون أيضا بيوم الحشر الذي يحشر فيه الناس يوم القيامة فينتشرون منهم من يكون بإذن الله تعالى ونصى الله أن يجعلنا وإياكم منهم من يذهبون إلى الجنة يعني وتقترب منهم الجنة فيدخلونها بسلام آمنين كل ذلك فعلا مستمعين الكرام إذا استشعرناها ونحن قادمون في هذا اليوم البارك يوم الجمعة سيكون حالنا غير بإذن الله أرحل فيكم أنا عادل بربع وبصحبتي الأمة الغالية اعتدال إدريس وبرنامجكم جمعة جمعة حياك الله أستاذ اعتدالي حياكم الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته أسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في النية والقول والعمل ويبارك لنا في أيامنا ويتمم لنا نورنا يارب يارب اليوم إن شاء الله نكمل موضوعنا إن شاء الله الجمعة الماضية كان عن المراهقين ويعطيك العافي أعطيتنا فكرة من هو المراهق ومن نسميه مراهق وكيف يتم التعامل معه واخذنا جزئية التربية الجنسية نعم فعلا وإن كان الموضوع كذا الواحد يقول كيف أتكلم في هذه النقطة لكن أعطيك العافي سيد اعتدال وكان هناك تفاعل الجمعة الماضية خاصة في موضوع التعامل الغرب مع التربية الجنسية وهذا ما يشاهد يعني في كثير من القنوات اللي فتحت علينا نعم سواء عبر السوشال ميديا أو اليوتيوب وغيرها ونجد أنه الأبناء المراهقين يعني وخاصة في مثل هذه الفترة وتعاملهم بتربية جنسية في شيء من الاختلاف فأصبح هناك نوع من التعارض قد يكون أو اتصاد من كيف إحنا بنتعاملهم وكيف يتعاملوا نعم لكن جيد أنك تكلمت فيها الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد العالم والصحب الأجمعين كانت بس فقط إضافة بسيطة للتربية الجنسية بعدها ندخل على الموضوع الذي هو عن النمو الإنفعالي والعقلي لهذه المرحلة بالنسبة للتربية الجنسية طبعا يلاحظ في سن المراهقة اللي هي البدايات حقتها اللي هي من 11 ل 13 إنه ما يميله للجنس الآخر ما في ميل الجنس الآخر بدايات البلغ بس ما في ميل بعد كده من سن 14 وما فوق طيب نعم يبدأ الانجذاب إلى الجنس الآخر نعم اللي هو يعني يبغى يكون علاقات يبغى يحس أنه تحس أنه هي محبوبة ويحس أنه محبوب هنا تبدأ المرحلة الخطرة اللي هو مسألة التعارف ومسألة الخروج يعني فيه تبدأ أمور ملخبطة لأنه هو الآن في ناحيته العاطفية ملخبط تبدأ عنده الهرمونات وعند الهرمونات عندهم يبدأ ينجدل إلى الجنس الآخر طبعا عندنا إحنا هنا في مجتمعنا والحمد لله وديننا في ضوابط تضبط هذه الأمور يعني الله مو على كيفك تبدأ تتعرف لأنه في هذه المرحلة يبدأوا يتعرفوا تبدأ الآن وسائل التواصل يبدأوا يتعرفوا على شباب وتتعرفوا على بنات ويتعرفوا من عارفه تبدأ اللخبطة العاطفية والجنسية عندهم إضافة إلى أنه الآن بعض الأحيان في السوشال ميديا أو في الألعاب حقا الجوال ومن عارفه لما بيجوا بيلعبوا تجيك الإعلانات اللي هي برامج اللي هي للأسف اللي هو التعارف وبرامج تحس أنه وإنت بتلعب لعبة بريئة فأمان الله فجأة يدخلك إعلان أنه كيف تتعرف كيف تدخل غرفة الشات وكيف تدخل من عارفه يعني سير الوضع ترى الآن أبناءنا في هذا الزمن عايشين ترى مرحلة خطرة إذا إحنا الآباء والأمهات ما انتبهنا لهم ما كنا معاهم بتفهم وبحوار وبحنان وبحب هنفقدهم لأنه كل شيء متوفر عندهم أبسط شيء الآن يعني زمان كانوا زمان في وقتنا كانت البنت لما تبقى ترتكب خطأ أو الولد ترتكب خطأ نعم طيب أنه يروح يتعرف على بنات ولا تتعرف لها على أولاد ولا يعملوا أخطاء يحتاج لهم يعني زي ما تقول مراحل إنهم يعملوها وخطط ذكية جدا عشان يسووها عشان تخرج تتعرف لها على واحد ولا تسوي لها الآن الأمر للأسف للأسف سار سهل بالنسبة ليهم ما يحتاجوا إنهم يضحكوا على الأهالي ما يحتاجوا إنهم يسووا يسووا خطة محكمة أفي يدهم الجوال الآن نعم دخلت على الغرف هادي أو دخل على الغرف هادي طيب ويبدأوا يبتزوهم يبدأوا يلعبوا بمشاعرهم يبدأوا يلعبوا بعواطفهم بعواطف اللي هم سن المراهقة دولة يعني سار للكبار وللستغار يعني أنت بيتكلم عن تحدي أكبر للأباء والأمهات أنه أولا ما كان هذا الأمر موجود فكان فيه يعني الأسلوب بالتهديد لا تسوي لا تعمل هو المفعول ماشي ماشي لكن الآن لا الآن الآن هو في يده أنت الآن مجرد أنك حاول قدر الإمكان تعمل تحتوي تحديد هذا الأمر صحبة معا تتكلم معا توضحوا لهم يعني أنا أذكر مرة شفت مقطع في اليوتيوب طيب واحد كان بيعمل دراسة نعم بيقول للأهالي ويثبت لهم أنه لأي أحد بممكن يتعرف على البنات ويقول لها أخرجي ترى ممكن تخرج فقال له لا بنات طبعا هدف الغرب طيب بس الدراسة احنا ممكن نقول إنها ممكن تحدث هنا عندنا نعم فقال له لا استحال يقول لهم طيب كان الكلام من الإنسان الكبير هذا الراشد بيتفق يعني بيقول لهم برأي الأهل وموافقة الأهل وعنشان يوريهم التجربة حدته فمجرد إنه دخل على رقم بنتهم بدأت عرف معاها بالواتساب أو بالمسينجر أو بأي شيء وقال لها إن أنا بدي أقابلك فقال له طيب أنا حخرجه هذا ومنعاته يعني فيه خروج بسيط فخرجت فعلا معاه وكان الأب والأم معاه في السيارة فطبعا البنت لما اندخلت وكانت البنت عمرها كم يا جماعة كان عمرها 13 سنة بين 12 و14 سنة يعني ما يتصور أحد إنه البنت ممكن تخرج أو ممكن يسوه هذه الحركات اللي هي تحسها إحنا الكبار نذهل منها وننفجع منها طبعا الأب والأم وهذا في الغرب مش عندنا هنا تخيلوا الغرب اللي إحنا بنقول هم قاعدين وعشان عندهم كل ممنوع إحنا عندنا هنا ممنوع كل ممنوع مرغوب والبنات بيسووا ترى بيسووا أكتر من كده هناك في الغرب ومفتوح لهم كل شيء فخرجوا خرجت البنت وركبت في السيارة فوجئت إن أمها وأبوها موجودين واحدة ثانية قالت إنها بتروح الحديقة واحدة ثالثة قالت بدي أروح هنا كل بهم هذا بس يثبت لهم إنه الأجهزة دي اللي فيت أبنائكم وبناتكم ترى ممكن يعملوا فيها ويتعرفوا فيها طب إنت إيش الحل هنا عندنا حتشيلوها منهم ما حينوبهم غير أنت ما حينوبكم يا أهالي غير إنهم يعاندوكم لأنه مرحلة السن هذا حقا المراهقة سن العناد سن التمرد سن إثبات الذات سن إنه أنا أبغى أحس إن أنا كبير أبغى أحس إن أنا موجود أبغى أحس إنه أنا ليه مشاعري ليه أحاسيسي اللي بدي أحس فيها طب إيش الحل الحل الحوار التفهم الحنان معاهم الانتباه إعطاءهم قيمتهم إعطاءهم مكانتهم في الأسرة عندكم هناك مش إن أنا أتعامل معاهم إن أجي ولدي ولا بنت تبقى تحكيني شيء وأجي أسمع منها وأنا ماشي ماشي أنا هذا الكلام ترى بأقوله ليكم وليه كل واحد ترى إحنا بنتعلم كلنا يعني إلى الآن أبأفكر أنا في أمور كنت أقول والله أنا في أيام أولادي كانوا صغاري ريت أني تصرفت كده ريت أني أعمل كده ريت فكروا أنا ملاك كلنا ترى عندنا الآن أنا بعلمكم وأنا بتعلم كلنا بنتعلم مع بعض كيف نمشي بجيلنا بس أنا أولاد الكبار غير جيلهم غير الجيل هذا اللي موجود هنا دحينا نعم تغيرات كثيرة كثيرة تغيرات حصلت نعم فإحنا بنتعلم كلنا كلنا بنتعلم ما حتكلم عن مثالي يوم يعني أنا بتكلم عن أمر واقعي كيف إحنا نتعامل مع أولادنا وبناتنا نعم بحيث إنه إحنا نبدأ نحس فيهم ليه زي ما قلنا إحنا تربية الجنسية ليهم أبدأ أنا أتكلم معاهم أوضح لهم ترى أنتبهوا في أمور ممكن أجيب لهم قصص نقعد مع بعض إنه أنا والله بدي أشوف معاهم مثلا إيش فيه برامج حقا التواصل هادي ترى أقول لكم يعني إحنا والله في سننا إحنا يمكن أكون أنا مش غيري يعني غيري ممكن يكون شاطر أو شي والله ما نشاطر في التكنولوجيا ما نشاطر في البرامج هادي ولا أعرف لها كيف أعرف لها حكيني يا ابني إيش بيصير هقولولك والله لو تسمعوهم بس هيحكوكم أشياء تشيبوا ليها طبعا لمن هم يحكوكم أنتوا فعلا هتحسوا أنه كف جاكم ولا دش هتنزل عليكم لا تفاجأوا لا تعملوا أنكم أنتوا يعني تكون ردة فعلكم يعني عصبية جدا أو أنه لا ما يسيروا من عارفها وهذا هتخلوا أولادكم وبناتكم ما هتكلموا معكم لكن لمن أنتوا بتتكلموا طب إيش يصير بعدنا طب إيش ممكن يصير طب إيش هذا طب كيف نقدر نواجهها خلوهم هما يتكلموا وهم يحطوا لكم الحلول لمواجهة هذه الأمور بحيث أنكم أنتوا تعرفوا إيش تفكيرهم هما كيف بيفكروا أولادكم ومنها تقدروا تشوفوا ترى أمور هذه للأسف ياخدوا عليهم مناظر فاضحة ممكن ياخدوا عليهم ابتزازات قديش كترها طب هو طفل صغير هو مراهق له كبير عارف وله صغير أنه أنت تقدر تضرب أو شيء فإذن دين مرحلة يحتاج تفهم منكم بالتالي أنت تكون يا أب ويا أم كيف تتكلم معاه حكاية وضعنا إحنا أنه بالقوة وبالشدة وبالهادة انتهت في هذا العصر عندكم فاصل نعم نحن طلع الفاصل وطبعا إذا حبيتوا تشاركونا مستمعين الكرام برسائل نصية بإمكانكم على السي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايل يستة ستة ثلاثة صفار واحد وأخيرا في زين سبعة صفر واحد ثلاثة واحد ثلاثة خلوكم معنا حياكم الله ومستمعين الكرام طبعا ما قبل كان يعني تكملة وآثارت شجون كبيرة عند الساد عديد وفعلا أشياء بتمارس بشكل كبير ونجدها فأبناء أنا وطيب أن نضع فيها بعض النقاط المهمة لا ندخل يعني يا ابني ليش لأنه لا نكون زي النعامة التي تتفل راسها في الرمل نعم ونقول لأ ولدي وبنتي ما عندهم شيء هذا والله صدقوني أنه يعني التكنولوجيا الآن والوسائل الاتصال والتواصل اللي سايرة هنا هي المفروض أنها تكون تواصل اجتماعي نعم الآن ما صارت تواصل اجتماعي صارت تواصل من أي البنيلة نعم طيب طيب فلازم الواحد يبدأ يشوف من جد كيف أقدر أتعامل معهم نربي أبنائنا لزمنهم اللي هم موجودين فيه كيف نتعامل معهم نعم الصفات الآن زي ما أنت كنت بتقول معاشي قطعتك لا لا أبدا عاد أم ده شخالة والله والله مسكين در عادل هذا والله يعني اشتغل فيه تعلمكم ايش ده ولده الكبير لما الأم وتدوده على الماء فوالله هو كده عادل معي الله يسلم طيب وانت ابني الكبير يعني الله يسلم فخر لنا والله من الغالية فنبغى نشوف الآن الصفات الانفعالية اللي يتسم بيها مرحة المراهنة جميل احنا قلنا في الحلقة الماضية انه في عندهم نمو جسمي اللي هي مرحة البلوغ ايوه فتبدأ حضامهم تكبر وتطول كل شي عندهم يتضخم فجأة تطلع لهم أشياء ينبت الشعر شعر الشارب وما شاء الله لقوت إلا بلا بعض الحان تلاقي الولد طلعت له لحية وهذا واستغرب نفسه اوه أنا سرت رجال كل اللي في المجتمع حوالينه يعتبروا اوه انت سرت رجال والبنت انت سرت خلاص واحدة كبيرة ويتعاملوا معهم على دي الطريقة للأسف في دي المرحلة يكون عندهم تغير واضح في التفكير يميلوا للخيال يعيشوا أحلام اليقظة في هذه المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة المبكرة وبعد كده في المراهقة المتوسطة تبدأ الأحلام شوي تتحول ايش او انهم يبدأ تتحولوا الواقع بس يبدأ يتخيل كل شي حولينه يعيش الأحلام هذا حتى تلاقيه مسرح طول الوقت قاعد انت ايش بك سرحان انت فين انت منعارفه ونبدأ احنا نشد عليهم لأنه ما احنا فاهمين المرحلة دي هذا ماشي مسرح ماشي سهتان وياخدوه تريقة وياخدوه ساطرة نعم يا أحبابي هاي طبيعي طبيعي احنا لازم نتفهم انت كيف تتعامل مع ابنك يعني حتى تغيرات سيارة في العاقل في الدماغ في التفكير فلذلك كله بيصير مهنق يعني لا هو هنا ولا هناك فعلا كلمة مهنق كل شيء يقف معاه فيها سبحان الله ايضا عندهم في المرحلة هادي تأرجح الانفعالات انفعالات متأرجحة فجأة يكون كويس معاك وتحس انه تقول ماشاء الله وفجأة تلاقيه غير يعني سبحان الله العظيم يبغى يثبت وجوده ممكن يكون شوية فرحان وشوية زعلان نقول ايش بم هادولة هادولة نفسية هما ما هم نفسية يا أحبابي هادولة السن مراهقة مبكرة على مراهقة متوسطة ما هم نفسية هادولة الهرمونات اللي عندهم اللي متغيرة ما بتوافق النمو العقل والنمو النفسي مع النمو الجسدي ما في توافق بينهم متى يبدأ يستقر بعد الواحد وعشرين سنة يستقر هذا الامر لكن في دي الفترة فترة طويلة تكون عندهم انفعالاتهم ايش مضطربة مرة تلاقي البنت تبكي وحزينة او منعزل بالذات البنات لانه البنات عندهم العاطفة اكثر يعني والولد كيف ممكن يعبر عن هذا يعبر عن تأرجح انفعالاته انه فجأة تلاقيه الضارب فجأة تلاقيه جاء يحب امه وحب اخوانه وهذا فجأة تلاقيه عمل مشاكل في البيت الضارب مع الصغير والضارب مع الكبير وبيقازي الصغير وبيقازي الكبير ويوقف يتمردوا هذا لانهم سن هذا السن كمان من ضمنهم سن يحاول اثبات ذاته يبا يثبت نفسه فيبدأ ايش يتحكم في اخوانه الصغار يرفع صوته روح جب لي موية طبعا لو ما راح الصغير جب لي موية ممكن يفرش ينضرب نعم قوم سكى اللمبة ليه طبعا ايجي الاب والام انت ما تستحق على وجهك هذا ولد صغير وهذا هو يبغى يثبت انه هو كبير انه هو دخل عالم الكبير الكبار ممكن يتكلم مع امه وابوه برافع الكلفة بينهم طيب نعم فهيبنى الواحد يقول انت ما تستحق على وجهك انتش تتكلم مع ابوه بدل طريقة ففي هذا السن يعني سن امور سبحان الله العظيم تحس انهم ملخبطة عندهم في هذا السن سن يبغى يسعى للاستقلال يبغى يحس انه انا كبرت وانا مستقل طيب انت يا ابنى حتى لو انت مستقل انت معتمد ماديا اساسا على ابوك وامك ما حتيقدر انك انت تقول والله انا اقدر اروح اشتغل يبغى يعاند يعني في امور ما تحتمل العناد يبغى يحس انه هو كبير طبعا في هذا السن بدي اخذ السيارة بيروح يسوق السيارة بيحس انه هو كبير البنت ما تخرج لوحدها تحس انه هي كبيرة عندهم حركتهم زائدة لانه في عندهم طاقة فعشان كده ممكن تلاقي قايم قاعد بدي يسوي دا تبا تعمل هذا واحنا ممكن نستغل الحركة دي عندهم يلا قوم يا ابني مثلا ساعدني في دا الامر المشكلة اللي فيهم انه مع الحركة الزائدة اللي عندهم يتعبوا بسرعة فممكن الاب يقول لك ايش يلا يا ابني تعال ساعدني مثلا في الدكان ولا ساعدني شيل الاغراض دي فجأة الولد يقوم ويسوي معاك ويبغى يحس انه هو كبير فجأة قاعد وتعب ايش ايش تسرسعتها الاب ويش يقول له اما انك انت رمى ما تتحرك ايه ما صرع تعبت ما صرع ما انا عارف ايه ويبدأ يهزئ في الولد ليه لانه انت لسه تبقى تحرك ما صرع تعبت على طول تعب انت كسلان وانت وانت ويبدأ يهزئ في الولد ترى يا احباب يا اببهات هو امر طبيعي تكون عنده طاقة وفجأة يتحرك وفجأة تلاقيه زي ما تقول ايش خلص البنزين زي اللي تقولك انك انت ايش البطارية استهلكت على اخر وتعب نقول ما هي ليش اللي بيصير احنا من عندنا من الابهات والامهات يهزئوا الاولاد والبنعت تعبتي خلاص سويت خلاص منعرف ايه انت هاد فاقتر هم مو قصدهم كده هم طبيعتهم اللي ربنا خلقهم عليها في دي المرحلة يتعبوا بسرعة لذلك احنا لازم طيب يا بابا السريح شو يا الله لما تخلص راحت تعال ساعدني او تعال ساعديني يعني احنا ممكن نتفاهم معاهم ونتفهم هذه المرحلة اللي عندهم في بعض الاحيان في هذه المرحلة يبغى عندهم إثبات يعني مرحلة ظهور الفريق مرحلة الانفطام عن الأسرة يبغى ينفطم عن أسرة وبالذات نجدها في مرحلة ايش الاولاد يبغى يروح يحس انه كون فريق يبغى يخرج ايش مع الشلة حقتهم مع الأصحاب حقتهم هنا نبدأ نخاف عليهم لأنه ممكن نكون أصحاب سوء ممكن نكون مثلا شلة بدأم يسووا شيء هنا بيحدث جنوح الأحداث ممكن نحدث الانحرافات حقتهم ممكن تحدث المشاكل حقتهم بإثبات وجودهم فهنا يبدأ يحتاج انه نحنا نفهم الأولاد ونقعد معهم طبعا انا يعني حدخل في دا ودامه هذا في دين مراحل يحتاج الحوار من الأهل أتكلم معهم أسمعهم أسمعهم إيش بيتكلموا إيش بتحاوروا لما ايجي ولدك ولا بنتك تبقى تحكيكي عن شيء أنا ممكن أشوفه كأم ولا كأب تافه تافه نانا أسمع لك يعني ممكن ايجي يقول لك أنا كيف دخلت القول دحينة طيب هو جاي فرحان وانا بحكيكم دا الكلام أنا ولدي كل يوم والتاني جاي حكيني كيف دخل القول طبعا أقود أسمعها وانا بدي أقول يولا دي أحمني وأرحم والديك خلاص طيب لكن تضطر إنك إنت لازم تسمعه لازم تسايره لازم تسمعه إنه كيف لأنه جاي بيعمل لك إنجاز إنه هو دخل قول وكيف مرر القول أنا بحكيكم دا عن ابني طيب لأ ولازم تتفاعل لازم تتفاعل وإذا ما تفاعلتي ما ترى يعرف طرع ويفهمها يقول أنت بتسلكيلي أنا هذا الكلام أقول لكم هو يا أحبابي لي وليكم وتعليم لنا ترى لا تفكروا إنه إحنا واوى المتعلمين لأ إحنا أنا حتى بقول لكم دا الكلام وأنا بحتاج إن أنا أعدل من نفسي لأنه جيل دا غير جيل أولا صحيح تلازم أنا أتعدل وإنتوا تتعدل ونتعدل كلنا علشان نقدر ناخد بيد أبناء أنا وبناتنا لبرى الأمان صحيح إجي أحكيك تجي بنتك تبحكيكي والله سويت كده لا تسمع إذا أنت فاضية طيب أو بتسوف يدك شغلة قولي لها بس أغلق الشغلة اللي في يدي وأسمعك طيب إذا مثلا بتعبل أكل أو شيء أو ممكن حتى توقفي ترى الكلام دا كل ما ياخد مننا ولا أربعة دقائق خمسة دقائق صدقوني بس هو جيكم بحماس وجيكم بديوا يحكيكم فلما نحس إنك إنت يا أم وإنت يا أب استمعتوا ليهم حتلاقوا بعد كده يجوا يحكوكم كل الأمور اللي ممكن تحدث معاهم ممكن يحدث عندهم مضاربة في المدرسة فيجوا يحكوكم إذا أنتوا ما استمعتوا ليهم ما حيجوا حكوكم ولا حيجوا يتكلموا معاكم بعد كده ممكن يكون حصل شيء بينهم وبين صاحباتهم إذا أنتوا من البداية ما استمعتوا ليهم وما أعطوهم الفرصة إنكم إنتوا تسمعوهم لأنه حيحس إنه أنا ما حتكلم معاها لأنه ما حتسمعني صحيح وبالتالي خلص مش هستمع ليهم خلي بالك أيوة طيب إنت عملتني كده أنا أنا حعاملك كده حيصير التعامل بالمثل نعم لا تقعدوا معاهم تعملوا لهم محاضرات ترى ما عندهم استعداد أنا ما اسمع محاضرات تقعدوا تخلي الأبو أعلى أبو ويقعد ولده قدامه وأنا كنت وأنا سويت وسوي كده يعمل لك محاضرة تعرف واش بيصيري أباحات والله الكلام حقنا بييجي عن طرف الإذن حتى ما يدخل ما تقولوا أنه يدخل ويخرجنا لإذن أنا ما يدخل ترى مرة ننطرف وننطرف ويخرجوا مع السلام في البايباع هيقعد قدامك لا يتجاوز الأذان كما يقال لا يتجاوز طرف الإذن هيقعد معاك لأنه مؤدب يقول لك يعمل له شيء استمع منه خليه هو يستنتج خليه هو يتكلم خليه هو الشيء الثاني اللي كمان أقول لكم هو لما إحنا أبهات وأمهات نعطي صورة مثالية عننا لأبناءنا وهذا خطأ نجي نحكيهم أنا كنت كده وأنا كنت أعمل كده يعني أنا أتكر مرة واحد كان بيقول أبويا كان يقول لنا دائما أنا كنت يقول فجأة مرة لقوا الشهادة حقوا تلقوها ونقول لك عكاة حمرات نعم عكاة حمرة قال له إنت كيف تقول لنا أنا كنت شاطر شاطر وإنت هون كعكاة حمرة نعم طيب فلا تتكلم كده جميل جدا جدا إنه الآباء والأمهات يعطوا تجاربهم اللي مروا بيها لأبناءهم وجميل إنه يكون حتى لو قال عن بعض تجاربه اللي فشل فيها نعم إنه فشلت وقمت مو إنه أنا والله انتهيت عشان ليش لأنك إنت لما نطعت شيء مثالي الإبن حيحس الحياة مثالية نعم لو فشل في شيء حيحس إنه هو مقادر ممكن يأدي به للتمرد صحيح أو للإحباط أو للإكتئاب أو شيء لكن لما أنت تجد تقول له لا أنا مريت بكده تعالوا أقول لكم يا أبهات طيب بالله عليكم دائما كنتوا تأخذوا السيارات من وراء أبهاتكم لحد يجي يقول لي لا والله ما كنت أخذ كنت أخذ أنا صراحة كنت أخذ حكيت أولادك إنه أنا سار فيه كده أنا حكي صراحة ممتاز ممتاز حلو بس أنا ما أعطيتهم أقولكم تعالوا أنا وياكم سوى بس خليتوا يعيش المرحلة بسعادة أيوة انبسط فيها ليش لأنه حس إنه أبوي كان بيغلط إذن معناته أنا الأخطاء اللي أخطأها مش أنا الشيطان الرجيم أي وأبوي الملاك اللي ما حصل نعم فتصير عنده فسرة تناقض إنه هو مقادر هيعمل أخطاء شيء خطأ من وراك صحيح لكن لما تيجي تقولوا لا أنا مرات بدي المرحلة طيب كيف أتصرف والله يا ولادي أنا وردت فيها وما عرف كيف تتصرف أنت لو كنت الموقف إيش كنت وإيش كنت ممكن أن تتصرف أنا أعتقد أنه المستمعين عندهم تجارب كثيرة سواء كان في مرحلتهم هما أو في مرحلة أبناءهم نعم ورح نأخذها بالاتصالات الهاتفية على 011 217 85 85 أو على 012 616 1100 خلوكم معنا جمعت جمعة مع عادل بارباع والأستاذة اعتدال إدريس حياكم الله ومن سمعين الكرام يهلا فيكم وطبعا أذكركم أيضا بأرقام التواصل عبر الاسمس الرسائل النصية اللي حابين يكتبون لنا ورح نقرأ هذه الرسائل على هوا مباشرة ليتم التعليق عنها لمشتركي SDC 851040 موبايلي 66301 وأخيرا في زين 701313 نأخذ اتصال هاتفي مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاتكم مرحبا سيدة أماني يا هلونا أماني نعم الله يسلمك يا هلونا سيدة أهلا يا بنت أهلا يا بنت أهلا يا أستاذ ذالي شخ بارك الحمد لله حياك الله يا بنت تفضل يا ماما الله يفضلك يا سيدة الله أحب داخل معكم في موضوع يخص الفتيات أكثر في المراهنات تفضلي تشوف في الفترة الأخيرة في ظاهرة البنت تتوقف كثير على المراهن كوالدات وكأمهات وكمربيات من جسم الموضوع ده يعني كثير بس هي بترجع المشكلة لتكوين الطفلة من الأساس أن الطفلة تعرضت لإهانات كثيرة لإنتقادات في شكلها في جمالها ما صار عندها ثقة لما كبت في موضوع في سن المراهنات بجسمها بشكلها فالفكرات الفجنستات والمساهير والاقتداء فعلا ظهرت بشكل كبير المراهقات بهذا الوضع بهذا الشكل ظهرت لدرجة أن المساهرة تتطلع بشكل محسن لها لا هذا طريقتك ولا هذا تربيتك ولا هذا سنك ولا هذا بس تحسي أنه في فجوة كبيرة سايرة بين الأم وبالدها فجوة دي سايرة غالبا إلى موضوع العقوق نوعا ما أتوقع أنه تحتاج لها تفكير أكثر وحل أكثر أقل شي أقل شي حتى نوقي بناتنا من هذه المواقف من ناحية الثانية كمانا الاستماع أهم مهارة أهم مهارة إحنا كوالدات وكأبهات نفكر إنه استماعنا لأولادنا ما هو ذاك الشيء المهم مهم إني أنا أجلس وأسمع حتى أعرف إش فيه هوار إش فيه في دماغهم إش تذكيرهم إش هما يبغوا بالضبط أفهم أبعاد شخصياتهم من طريق الحوار وإذا أحسننا الاجتماع أحسننا الحوار وإذا أحسننا الحوار برضو أحسننا التربية والتوجي هذه أهم مهارة خطة شكرا صلى الله عليه وسلم نعم في هنا كذلك سيدة اعتدال رسالة وصلت سيدة اعتدال السلام عليكم أنا كوكي صغير أبو محمد تعب كيف أرضي زوجتي مع العلم أني متزوجة ل13 سنة ولكن أقسم بالله يدخل في قلبي إني أتزوجة ثانية لماذا؟ تعبتي يقول لك أرضي زوجتي خلال 13 سنة أوكي طيب نعم طيب أيضا عندنا نتصال عبد الرحمن من مكة فضل عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام الله بركاته كيف حالكم يا أخوان أشهر طيب الحمد لله أهلا يا ولد فضل الله حيك يا أخوان أنا عندي طلب وسؤال فضل الطلب الأول لأستاذ اعتدال طبعا هي مهتمة بالشان الأسري وبما أنها مهتمة بالشان الأسري ما أعتقد أن نخفى عليها الموجة النسويات اللي قاعدين نعيشها لان وموجة الحقوقيات إنجاز التعبير حيقول له تعالية إن شاء الله هذه المسألة هذه الموجة أو هذه المسألة نعم يشبه ليس رحمة أي نعم ولو بعد السري في نفس الوقت تمام وبما أنه لسا ذا اعتدال مهتمة في شون الأسرة فأنا أتمنى منها يعلي أنها تغطي هذا الموضوع لأنه هذا الموجة الآن قاعدة تختطف بناتنا من إيدانا في الوقت السابق كنا نشتكي من التطرف الديني اللي كان يختطف عيالنا من بيوتنا الآن جانا تطرف من نوع آخر قاعدة يختطف بناتنا وخصوصا فيها المراهقات من عندنا باسم الحريات وباسم الحقوق وباسم اللي أنتو مستقلة وانت من أنت عبدا ومدري إيش وسوي اللي تبغي وفكيفك سأتمنى هاد 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 أتكلم عنها يا عبد الرحمن هاد أتكلم عنها بقيت متأكد هاد هو عن الفكري هاد ضمن النقاط اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله يا عبد الرحمن ايوه أتمنى تتكلم عن هذا الموضوع هذا الطالب السؤال حنجي بس سؤال يعني أنا استمعت لكثير خصائيين وتربويين وتخصصين في الأسرة للأسف أنا اكتشفت أن هم متصلين بالنظريات الغربية في التربية النظريات الغربية في التربية تمنع الضرب بشكل مطلق وهذا اللي اكتشفته أنا سمعت للسادة اعتدالوا لغيرها كلهم يعتبروا الحوار والتفاهم حلوا كل المشكلات سواء بين الزوجين أو بين الوالدين والأبناء هل يعقل إنه التفاهم والحوار يحل كل المشاكل؟ وهل يعقل إنه نحن نزيل الضرب تماما بين الزوج وزوجته أو بين الأب أو الأم وعيانهم؟ يعني دائما المشاكل حل الحوار مو معقول الكلام ذا طب إحنا جربنا الحوار يعني أنا ما أتكلم عن نفسه أتكلم عن ناس أعرفهم وناس شفتهم يعني وقلت قصصهم تجربوا الأساليب التي تتكلموا عنها وما جابت نتيجة بالعكس نكتشف أن الطرف الآخر يتمادى ويزيد وقاحة وصفاهة وبعدين لازم ما نستنوا الضرب ترى القرآن أقره يعطوا قال وهجروهن في المضاجع وا 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 بعدين في الأخير قال وضربوهن بغضى النظر عن الآلية الضرب وبغضى النظر عن كيفية وأنا أتكلم عن الضرب كفكرة الضرب موجود في ديننا وهذا شيء لازم ما نستحي منه ولازم نكون جريين وشجعان هذا ديننا وإحنا ما نستحي من ديننا طيب يجيك يجيك السؤال يجيك الردي أنا أستغرب يعني هل دائما هل الضرب ممنوع مطلقا عندكم؟ لا 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 مهم ممنوع مطلقا أبدا أنا حتكلم معاك حتكلم معاك حيكون في تعليق في ذلك شكرا أخي عبد الرحمن معانا كذلك إبراهيم ألو اتفضل إبراهيم اتفضل السلام عليكم والعليكم السلام والله برككم أول حاجة أمسي عليكم جميعا على أسرة البرنامج وعلى أمي امتدالي الله يساعد وعلى أخي عادة ربع وأقول لكم جمعة طيبة إن شاء الله الله يردعني يا ربع أول حاجة أنا أتشرفت بإتصال هذا ومن الزمان أنا كان عندي كثير أشياء كنت أتمنى أتصل بها لكن الحمد لله أتوفقت أني اتصلت في وقت في حلقة تتكلم عن المراهقين والتربية وأساديم أنا أب عندي بنت عمرها تقريبا 60 سنة الله يحفظ لك يحفظ لك يا رب الكبيرة هذه ما شاء الله عليها متطوقة ما شاء الله تبارك الله دراسيا من أولى ابتدائه إلى الثنوية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يرسل اتفضل إبراهيم ألو سأكون في منطقة ما فيها إرسال الصوتين نعم ما فيه إرسال لا جاء إبراهيم لو توقف منطقة فيها إرسال إبراهيم طيب إلى ما يرجع للانتصال مرتان إبراهيم معنا مين إياد إياد حياك الله أستاذ ياد فضل فضل يا يا فضل يا بني حياك في عندي تعقيد صغير بس نعم 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 فترة التربية مع الأولاد يعني مثلاً أنا اليوم أخذ شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كشخصية قضية والرسالية نعم والرسالية هي شخصية محبطة إذا كان لإدامك غير قادر على الوصول إليها نعم الضرب كل الإجاب القرآن مو هو التعنيف ليس القصد في الضرب الذي جاء بالقرآن هو التعنيف إنما هو الفصل نعم فليضربنا بخمورهن على جيوبهن نعم وابرب بعطاك البحر هو البحر بينضرب يعني أن تفصل اليابس عن الماء نعم عملية الضرب في اللغة العربية هي كلمة تستخدم في عملية الفصل وليست هي عملية التعنيف شكراً لكم شكراً نياد على هذه الإضاحة آخر شيء بس أو لهم معانا مين إبراهيم إي رجع إبراهيم تضل إبراهيم إكمالا إبراهيم تضل عشان ما أطيل على وقت البرنامج البنت هذه ما شاء الله عليها مصوقة رسيلة نعم عندها مشكلة إنها بترتضب في المدرسة ببنات الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله آمين سيئين في التفكير سيئين في طريقة التعامل أنا من الناس اللي تربيت تربية خشنة شوية عمري 41 سنة كان عندي أب حازم أب قاسي جاء وتطاهم في المواضيع اللي فيها أخطاء مرضى أم فأمكن هذا الشيء أكثر علي أنا وعم لكن برضي أنا بعايش شيلو بعايش يعني مجتمع التي اعتبر في التربية والفكر وتقنية المشكلة إيش إني أنا في أشياء مانع بنتي منها يعني ضد فكرة إنه بنت مراهقة غير في المناسبات الرسمية الرسمية اللي مرة مثلا مثلا مثل الناس من الدرجة نعم واضح بداهم في المدرسة يوم الله يهديهم وصلحهم في حاجة اسمها يوم مفتوح البنات بيجوا بيعملوا ميكتاب وبيعملوا نعم حراحت الأم أكثر من مرة المدرسة بتقول لها الأبلة يعني أو المدرسة بتقول لها ليش يعني ابنتك ما بتسوي بتقول لها أبوها في المواضيع هذه شديد في هذا الأمر نعم حازم في هذا الأمر منذ كذا وصنها وله يعني وقته يعني نهاية مدرسة للتعليم يعني أنا حتى موضوع العطور والأشياء هذه أنا متشدد تروح للمدرسة نظيفة نعم ريحة يعني في حاجة نعم في تفريش أس في تنظيف شعب ياخد مسألة تروحية عبايك يولك ولا موضع أنا ضده جدا 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 ضده بعلم المريول نظيف والعبايا مغصولة ونظيف واضح يا أخي باي عشان صوته بقتل فخلاص وصلا طيب بس عشان نوصل فكرة عشان تشويش عندك كثير اي طيب ها نبدأ نرد عليها طيب نعم حناخد فاصل وبعدين بعد الفاصل راح نرد على الأسئلة اللي وردنا إن شاء الله خلوكم معنا ومسمعينا جمعت جمعة مع عادل بارباع والأستاذة اعتدال إدريس أودريكم مسمعنا الكرام طبعا الحديث عندك سيد اعتدال على الأسئلة اللي وردت الأسئلة والمداخلات نعم نعم أول شيء أمان إزاها الله خير لما كانت بتتكلم عن إنه الجيل هذا الآن بلاحظ فيهم البنات طبعا منا نقدر ندخل ترى يعني أنا محارد على أحد فبقية الثانيين بيشوف الردود عليهم نعم يعني بيتتقارب وهذا يمكن أن يتقارب مع الأخ إبراهيم الأخير الفتاة أساسا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ينشأ في الحلية في البنت طبيعتها الأنثى طبيعتها إنها تحب الجمال وتحب إنها الزينة تحب تتزين صحيح يعني بخلاف الذكر يعني أذكر الآن برضو في هذه الأمور يبغي يهتم بشكله ويهتم بمظهر ويهتم بهذا بس موش زي الطبيعة الأنثوية اللي موجودة عند المرأة بلا شك فهنا بتقول إنه الآن اللي جاية في وسائل التواصل اللي هم البنات اللي يعملوا كده والمشاهير اللي بتسوي يعني توقف قدام المرايث بتشوف جمالها وهذا نعم طبعا الآن ومنها بارد لإبراهيم المراهقة في هذا السن البنات تبغى تشوف جمالها تبغى تثبت نفسها ما يكفي ترى يا أمي إن كنت تقول لها أنت أجمل واحدة قدامة في العالم وأجمل بنت في العالم ما يكفيها ترى هي تبغى تشوف نفسها طبعا الأفضل إنه علشان أشبع هذه الحاجة ليها إني أنا أكون معاها في البيت يلا تعالي اليوم ما فيها شيء يا إبراهيم لما بنتك تتمكيش داخل البيت ما يجرى شيء عبسة من أمها تقول تعالي أنا أحط ليك مكياج وأنت تحطي لي مكياج أنت أشبعت الحاجة اللي عندها أفضل إنك أنت تشبعها من إنها تروح تسويها وراك هي طبيعة وفطرة عندها تبغى تتزين تبغى تتزين الزينة عند المرأة أمر طبيعي وأمر فطري أنت حتمنعها منها حتأدي عندها لو هي ما شاء الله ممتازة حتسمع كلامك فترة بس بعد فترة حتبدأ يعني تمل وتبدأ تنطلق من هذه القيود إن تقيت تاني إنت هذا لما حتتزوج حت ممكن تعمل لك أشياء تانية أو ممكن يكون في داخلها في أمور كبتحسها أنا ما أقول نفلتهم مرة واحدة ولا أقول نمنعهم مرة واحدة الوسطية يا جماعة ديننا دين الوسطية دين دين وسط فلما تجي الأم معاها في البيت يلا تعالي هنا أنت أشبهت أن البنت يعني لاحظوها البنت الصغيرة من صغرها تمسك العرائس حقتها تبت مكيجها وتسويها صح ولا لا من صغرها عائشة رضي الله عنها وكانت عندها عرائس تلعب بيها وتحطها وتروسها طبيعة الأنثى فلما أجي أنا أتفهم طبيعة الأنثى بس في نفس الوقت أني أقننها وأوجهها لا أمنعها تماما بحيث أن أنا أخليها عندها ممكن تروح تسويها شيئا من وراي ولا أفتح على الحبل على الغارب تعالي تتمكيجي تعالي نتمكيجي أنا وأنت ما كيجيني وأنا ما كيجيك حطيلي وأنا أحط لي الله بس أنتم هي بنتي لا تحطي كثير عشان ممكن تعدمي بشرتك ممكن تسوي فيها كده ونبدأ مع بعض بتحيث أن البنت تحس أنه في إشباع أشبعت حاجتي إلى رؤية الجمال عندي في بيتي نعم إبراهيم أنت بتقول أنه في المدرسة بتقول الأم كده من عافية وهذا المجتمع الآن موجود فيها أنا أقدر أني أنا أحط لها ضوابط بنتي ترى أن تبهي صح المكياج لما تجي تخرجي برا عند رجالي يشوفوك يوم ما يجوزوا هذا تبت تتناكيجي مثلا في اليوم المفتوح اللي في المدرسة عندك أخليها عادي معاهم مع الطالبات طالما هي نعم وأبدأ أنا أتفاهم معاهم يعني أتفاهم مع بنتي أعطيها الثقة لا تخرج يا ماما انتبهي علشان إيش ما يجوز إنهم يشوفوا المكياج عندك يا ماما وفي أحد حجاب أو إذا أنت خرجت مغطية وجهك لكن مع البنات خليها هما عايشين في سن ترى سن 16 سنة 17 سنة من البديهة حتخط وكمان بيت مع بعض في مجتمع أنثوي قاعد يتزينوا مع بعض لا تمنعها تماما إبراهيم يعني أنت أي نعم تربيت في بيئة صارمة البيئة اللي عندها عيشتها ما هتقدر تعيشها بنتك هي فالآن بنتك في يدك لا تلجئها إلى زاوية تستفقدها فيها وفي الأخير أيضا هذا ما رح يؤثر على أخلاقياتها وعلى سلوكياتها على برها على دينها طالما أنت حتى تطلها الضوابط والحدود أعطيها شيء من الحرية العطر طيب ما عليش تقولها طالما أنت عبايتك نظيف وفستانك نظيف طب هي أنت تبت شم ريحة حطي يا بنتي هنا بس انتبهي ماما لا تكون راكبة في السواق أعطيها شوية ثقة بعض الأحيان تكون غلطة شوية تفهم وترجع معاك لا تكون أنت مرة يعني إذا ما تقول لا أنت تعاملها بشدة شديدة هتعمل أشياء صدقني أو بعد ما تكبر تصير عمرها في العشرينات ولا هذا هتقول كل اللي كبتني هو أبوي أنا هسوي المجتمع اللي أنت عايش فيه يا إبراهيم غير المجتمع اللي أنت عشت فيه مجتمع الأبنات هدول إذا أنت ما تفهمتهم وما أعطيتها يعني حرية مقننة مقننة ما أقول حرية تنفلت فيها أعطيها حرية لكن هذه الحرية مقننة نعم حرية مقننة أني أنا أحط لها الضوابط فيها وأعطيها ما يشبع بعض الحاجات عندها ترى أنت كده هتمشي في يدك وحتحس أنه هي أبوينا جميل جميل لو هو مثلا أخذها معا وراح أخذ لها زجاجة عطر وهذا لك يا بنتي أيوة وني أمنعها بالعكس لكن في مناسبات معينة في كده هتحس أنه فعلا أبوي بيساعدني في هذا الأمر وما بيحرمني وبيعطيني وهديني وإنت أشبعت عندها جزء من الحاجة التي تحتاجها الله يبارك لك فيها فلا تفقدها لو سمح طيب بالنسبة هذا الرد أماني ورد إبراهيم الله يبارك له إن شاء الله فيها بالنسبة لعبد الرحمن وإياد طيب الأثنين أول شي عبد الرحمن بيقول طبعا غير حركة النسويات هذه هتكلم عنها بس أبدأ أرود عنها الضرب وما الضربوا هذه بيقول هل يعقل أن الحوار والتفاهم هو أساس كل الشيء يعني ما في ضرب ما في شيء لا في عقوبة من قالك أنه ما في عقوبة بس مش أني أنا أضرب على أدفه شيء مش أني أنا أضرب الولد ولا البنت على أدفه حاجة في عندكم الضرب وهنا الرد على إياد إنه كلمة الضرب اللي أنت بتقول عليها فاضربوا في الأرض وضربوا البحر هذا الكلمات في القرآن حتى في المعجم في اللغة العربية تجد أنه المعنى هذا يعطي دان معنى الكلمة دي تعطي عدة معاني إيش معناها على حسب سياق الآية أو سياق الجملة اللي موجودة فيها الضرب موجود في الإسلام موجود وضرب الزوجات موجود في الإسلام ولكن بشروط وحدود حتى الأحاديث اللي تدل أنه آيات الضرب اللي يقصد بها في المرأة لا يقصد بها الفصل يا إياد في الفهم خاطئ شوية وعبد الرحمن ما أقول أنه والله يضرب المرأة شطر بطر عمال على بطال في عندنا شروط للضرب أنه هو لأنه الأحاديث أول شيء اللي بتقول قبل ما أقول شروط الضرب الأحاديث اللي بتقول أنه النساء نساء قريش لما راحوا للمدينة طيب هناك تزوجوا من رجال المدينة وفي رجال من قريش لما راحوا تزوجوا من نساء المدينة كل بيئة تختلف عن الثاني في طريقة التربية مكة بيئة صحراوية المدينة بيئة زراعية فتختلف البيئة في التعامل بين الزوجين تختلف من مكان لمكان فلما راحوا هناك في المدينة فنساء الأنصار في بيئة زراعية فبدأوا يعني مو يتمردوا بدأوا شوية تعلي صوتها شوية بتتكلم فكانوا رجال قريش يضربوهم فاشتكت النساء إلى إيش إلى العصوص رسول صلى الله عليه وسلم فمنع ضربهن فبعد كده زاد الحال فأذن بضربهن رسول صلى الله عليه وسلم وقال فليتق الوجه اتق الوجه معناته إن كلمة الضرب في القرآن اللي موجودة عن النساء هي تعني الضرب الضرب وليست الفصل ولكن في اللغة في الشرع عندنا إيش يعني الضرب الضرب له شروط في القرآن في أول شيء يقول لك أن يكون استوفاها جميع حقوقها ما يكون قصر في أي حق من الحقوق طيب حقوق مادية ونقرأ بعد أنا في حلقات سوات عن حقوق الزوجين تقدروا ترجعوا لها عن الحقوق هنا استوفاها جميع حقوقها وكان منها نشوز واستوفى الوعظ والهجر معها والهجر يكون يستمر إلى خمسين يوم هذا الشيء اللي بعده إنه لما يكون بد يضربها أن يضرب بشيء خفيف وليس ضربا مبرحا ما يروح يضربها كف على وجهها ولا على إدنها ولا على راسها ولا شيء يقول لك لو حتى بمسواك صغير لأن العبرة هو إنه تأديب معنوي مش إنه يضربها ضرب هنا والشيء الأخير اللي يقول لك إنه إذا وجد الزوج أن الضرب لا يجدي نفعا ما هيأثر فليس له أن يضرب فإذا الضرب له شروط وله طريقة معينة فهي موجودة يا عبد الرحمن ويا إياد بيردلك فيها على كلمة الضرب في القرآن عبد الرحمن بيقول إنه معقولة المراهق ما أضربه معقولة إنه الأبناء إنتوا بس قالين حوار وبس قالين تفاهم وحالهم زاد صح معاك حق أنا ما بقول لك ما يضربهم بس مش الضرب اللي يؤدي فيه إنك إنت تمسك الولد ويخلوا بالكم الضرب اللي بيضربوه بعض الأحيانا الأباء لأبناءهم هو إيش اللي بيصير وليش الإسلام حطه بشيء خفيف طيب الإنسان لما يجي يضرب بعض الأحيان لا شعوريا بيفرز عنده هرمون أو من الغضب أو من العصبية لا شعوريا ما يقدر توقف عن الضرب فمش حتضرب كف وتوقف حتلاقي نفسك يا أب مش سيك تضرب تضرب ألا يمكن تأذي الإبن وحطمت نفسيته فأنا لا أقول إنه ما تلجأ للضرب ولكن هو آخر الحلو بس في عقوبة في عقوبات لا يعقل بس إن أنا قد أتحاول وتفاهم وبعد كده في عقوبة موجودة العقوبة ورسول صلى الله عليه وسلم وضع العقوبة دي لما الثلاثة الذين خلفوا إيش كانت عقوبتهم؟ هجرهم خمسين يوم هجرهم خمسين يوم ما حد يكلمهم طيب أنت الآن في هذا الجيل ولدك يقول له ما أكلمك يقول لك أبرك بركة يا جامح ما بحق تكلمني ما بحق تكلمني طيب لكن في عقوبة إنه ممكن أنت تقدر تسحب منه أمور ممكن أنت تعاقبه ممكن تمنع من الخروج من البيت في عقوبات ولكن عندك توازن يا أب ويا أم في توازن في التربية لذلك أنا ما أقدر في حلقة فقط أو حلقتين إنه إحنا نحط كل الأمور اللي هي عقاب وحوار وهذا ما نقدر كلها لكن إحنا بنتكلم عن اللي بتوصلنا إنت وجدت ابنك أو بنتك حالهم ذات مش معناته إنه حوار لكن في عقوبة في ممكن أزعل منه في ممكن إنه أنا ما أكلمه في ممكن إنه أنا أماخر لي يخرج من البيت آخر شيء ممكن أنت تضربه بس مش الضرب إنه هو أضرب في كل شيء ولو إنت تحس إنه الضرب ممكن يجدي نتيجة معه أضرب ما حتقله بس مش تضرب الضرب اللي يكسره ولا اللي يهين كرامته تضربه أمام الناس بكذا أنت تكون كسرت قيمته كسرت مكانته لو ضربته أمام الناس أنت معت خلتله قيمة بعد كده ما هيفرق عنه عمر بن الخطاب قال علق العصى ولا تضرب بها صحيح علق العصى خليها موجودة لكن إذا كنت تضرب بها طب إنت ممكن تئزل فيه ممكن تعوره ممكن هذا فعندكم فيه موازنة لا أقول عقوبات مرة واحدة ولا أقول حوار كله فيه عندكم تفهم حب عقاب تأديب فيه شيء اسمه تأديب هو في الأخير أنت تبقى تعالج هذا الشيء وليس تعالج وهذا العلاج ممكن توصل بأكثر من وسيلة نعم قد تكون علاج دوائي ممكن يكون علاج جراحي يعني أو العلاج عادة أن الجراحي ما يكون إلا في آخر شيء كذلك موضوع الضرب وموضوع غيره يعني فيه أشياء قبل الضرب أشياء كثيرة أشياء كثيرة نعم فيه عندنا اللي كنا على حلقة النسويات هو حلقة النسويات اللي بتكلم عنها عبد الرحمن لأنه أعتقد أن تكون الأخبار دحينا نعم فما هيمدينا نتكلم عنها لأن الحلقة القادمة نحتاج فعلا نفرد في حلقة قاية هنتكلم عن النجة الفكري لدى المراهق لأنه الآن بتصير فيه أشياء تأثير على فكرة المراهقين منها الحاد منها الحركات النسويات اللي موجودة الأحداث اللي بتحدث عندنا تأثير الآخرين بفكرهم على أبناءنا نعم طيب كيف أقدر أنا أتعاون معاهم وأقدر أرد على الأشياء على النجة الفكري أو النمو الفكري لدى المراهق وهذا ستكون الحلقة القادمة بإذن الله الرحمن الرحيم عبداء آخر شيء اللي بيقول تعب كيف يرضي زوجته نعم 13 سنة وهو يرضيها ما عليش إيش كيف ترضيها ما عليش في حلقة مفقودة نعم في حلقة مفقودة يا جماعة لحد يجي يقول لي أنا إنت نظرت أنك إنت كيف ترضيها هي بتقول أنا ماني راضيه ولا نهاده طب في حلقة مفقودة يحتاج إنتوا الاثنين ما فوق مريضة عند الزوجة إيش أو عند الرجل إيش هو دا وبعدين ما يمنع تروح الاستشارة أسري ما يمنع تقعدوا مع بعض ما يمنع تسمعوا حلقات مع بعض تقدروا تتوصلوا إنت إيش اللي يرديك إيش تبغي بالضبط حتى يقدروا إنهم هم يمشوا مع بعض فيها أما تقول تعب كيف أرديها إيش أنا أرديها أسوي لك كل اللي تبغي لا ما عليش المؤاخذة مش هلوسا ما تبغي ماليش هذه ما هي حياة ذوجية أنه أرامب كل طلباتي لا ما عليش في أمور أقدر أسويها في أمور ما أقدر أسويها في أمور مش هنتحر عشان ترضي لازم تفهم إنت الحياة ذوجية يا بناتي ويا أولادي مش معنات إنه أنا سوي لك هلية يرديك وهو ههدا وليا إيش اللي تبغي أشني yeرديك بالضبط لازم في تفاهم إنت إيش مفهومة الرضا عندي إيش المفهوم هدا أنا أقدر أسويها ما أقدر أسويها لذلك نحتاج من الراجل والمرأة الزوج والزوجة إنهم يفهموا إيش معنى الحياة الزوجية تنصحيهم إنهم لابد يجلسوا ويتكلموا مع بعض يتكلموا مع بعض يتكلم معها إيش تبغي أنت بالضبط في أمور أقدر أسويها وفي أمور بعض لحين قد تكون شخصيتك ضعيفة وإذا ما وصل الحوار إنه يقدر يفهموا مع بعض عن شيء يكونوا استشاري وانا أقول زاكم الله خير يعني كده نكون دخلنا لنهاية الحلقة لا تنسوا قراءة سورة الكهف وإكثار من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهم شيء يا أحبابي ترى والله قد ما تقوله تبت ربه قد ما تقوله تبت حطه شيء في أولادكم وهذا الدعاء المستمر لهم والله الهداية بيد الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام عنده ابن لما قاله يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين فقال له قال سأولى جبرني عصواني لما انسى ربه قال رب إيه إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق قال يا منوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فالهداية يا أحباب بيد الله فإحنا لا تيأسوا لا تيأسوا والله قد ما يكون ابنك ولا بنتك متعبك الدعاء ما تعرف كيف ربي يهديهم كيف ربي يغيرهم كيف ربي يصبركم كيف ربي يلهمكم للطريقة الصحيحة أدعو لهم في كل جمعة وفي كل وقت ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأختمي شكرا لك يا سيد اعتدال والشكر أيضا لكم مسمعين الكرام على طيب الاستماع وجميل المشاركة ونتمنى لكم بإذن الله تعالى التوفيق في حياتكم الأسرية وكذلك الزوجية والجميع بإذن الله راح نطلع الفاصل لأخبار ومن ثم فقرة قطفة وحكمة أبقوا معنا يا حبيب الله اشتركوا في القناة كلا إن معي ربي سيهدين قالها بيقين وصدق فضرب البحر بعصاه فانشق أصدق مع الله قولا وعملا وعليه توكل وبه أحسن الظن وثق الضياع الحقيقي مستمعي الكرام أن تكون خارج حدود الاستقامة بعيدا عن ربك غارقا في الدنيا لا تميز بين خبيث وطيب بلا هدف بلا أمل لا تسئ الظن بشخص صامت لم يتكلم فلربما لو قرأت ما بداخله لوجدت أنه يود لك الخير أكثر من المنافقين حولك إذا تعظمك الذنب وأرقتك خطاياك فربك بك من أمك أرحم وبتوبتك يفرح ولك يغفر وعليك يستر فاستقبل أيامك بالتزود لآخرتك ما يؤنسك في قبرك وعلم أنه ليس كل ما تحبه يسعدك وليس كل ما تكرهه يحزنك فالسكين رغم نعومة ملمسها تجرحك والدواء رغم مرارة مذاقه يشفيك بإذن الله إلى هنا نصل وإياكم مصمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم جمعة جمعة إلى الملتقى بإذن الله في حلقة قادمة نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله مع أحبابكم وتكون فيها أكثر صلة لأرحامكم وقربة لربكم تحية مني أنا عادل بن أحمد بربا عمال كنترولة زميل عبد العزيزة السحيم نتمنى لكم التوفيق والسداد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة